اشتركوا في القناة اهلي او محليا وايضا عالميا وزا ما تعودنا مع حضراتكم في بداية الحلقة بنتناول موضوع او اتنين بيكونوا مهمين جدا بيكون في الموضوع ده رسالة وبيكون فيها يعني معاني كبيرة بنحب الحقيقة نخش بيها على حضراتكم في بداية الحلقة لان زا ما قلنا احنا في بنامج الابطال لينا رسالة ورسالة هنقدر نقدمها ان شاء الله لغاية ما نرجع في يوم من الايام نلاقي الجماهير في الملاعب مرة تانية خلينا اقول لحضراتكم انه شعار او يعني اسم الفقرة بتاعت النهاردة اللي في البداية الاهلي لا ينسى ابنائه الحقيقة ده شعار وده دائما ابدا الاجيال بتتورسه وده من ضمن دستور النادي الاهلي في القيم والمبادئ انه عمر ما النادي الاهلي بينسى ابنائه زا ما اللعيبة بتتباهى يعني اللاعب بعد ما بيبطل بيتباهى اديه هو لبس تشارة النادي الاهلي حتى لو لبسه في الناشئين بس بعد ما بيجبر وبيعد دي بيز الزمن بيقول لك والله ده أنا كنت لعب في النادي الأهلي سواء ناشئ أو لعيف في الدرجة الأولى برضو النادي الأهلي بيفخر دايما بأبنائه كان فيه مباراة مباراة الكرة الطائرة كانت أول أمس كانت ما بين النادي الأهلي ونادي القناة كان لعب النادي الأهلي أحمد عبدالسطار بلعب معه فريق القناة الحقيقة أحمد عبدالسطار لعب سابق في النادي الأهلي هيعتزل السنة كابتن محمد بن صالح ميد وكابتن خالد أبو زينة المدير الإداري اللي اتنين الحقيقة عملوا لفتة جميلة جدا تم تكريم أحمد عبدالسطار وسلمه درع النادي الأهلي وعلم النادي الأهلي الحقيقة دي لفتة بسيطة يمكن ناس كتير جدا شايفاها حاجة بسيطة لا دي لها معنى كبير جدا 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 أحمد عبدالسطار بيعد عن نادي الأهلي خلاص وهي اعتزل بس في يوم الأيام لبس تشيرت النادي الأهلي لما جاي اعتزل النادي الأهلي كرموا والنادي الاهلي قال انه احنا حسين بيك واحنا جنبك وشايفين اللي انت بتعمله وشايفين اللي انت هتعتزل كان لازم تتكرر والحقيقة الموضوع ده مش في الطائرة بس ما حصلش في الطائرة بس ده حصل ايضا في كرة السلة في شهر فبراير اللي فات برضو مطش النادي الاهلي في كرة السلة مع مصر التأمين لعيبة النادي الاهلي اللي مع مصر التأمين شوية في الدياستي وايضا مصطفى الشفعي اللي مسلوا النادي الاهلي سنين طويلة شفنا كمان كابتن أشوف توفيق وكابتن طرق الغنام المدير الإداري بيكرموا الاتنين لعيبة وهم في صالتهم في صالة الأمير عبدالله الفيصل الحقيقة شعار الأهل لا ينسى أبناءه ده مش شعار ده حقيقة وصدقوني زي ما هو في الكرة هو في الألعاب الأخرى وكتير جدا جدا بنشوفه حتى بعد ما بيبقى بعد ما بيبطل ويبقى مدرب أو أي كارير هو دخل وبعد ما بطل بيظل النادي الأهلي بيعترف بأبناءه بيكرم أبناءه وبيبضل ابن النادي ده زي ما بيقوله مش 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 شعار أو مش كلمة بتتقال وزي ما دلوقت ابن النادي ابن النادي لأ ابن النادي اللي بجد ابن النادي اللي فعلا تحط في مواقف أثبت أنه ابن النادي في تقرير عملناه طبعا عشان نقول لكم على تكريب أحمد عبدالسطار وهو بيكرم من فريق طبعا الكرة الطائرة رجال خلينا نشوفوا التقريب ده بحضراتك وارجعتنا